اشتركوا في القناة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فقد نهانا وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فعل شيء في العيد فما هو فتابعوا معنا بإذن الله تعالى ها قد أقبل علينا شهر ذي الحجة بما فيه من خير فيبدأ المسلمون صوم العشر الأوائل من ذي الحجة إذ يبدأ الصيام من اليوم الأول من شهر ذي الحجة إلى اليوم التاسع يوم عرفة لكن هناك بعض المسلمين يصوم اليوم العاشر من ذي الحجة فيوم عيد الأضحى قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامه وعن صيام أيام التشريق الثلاثة التي تأتي بعد عيد الأضحى رأسا وهي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يوما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم كما يحرم صيام أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد الأضحى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة قال صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله رواه مسلم عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن العاص رضي الله عنهم فقرب إليهما طعاما فقال كل فقال إني صائم فقال عمر كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهان عن صيامها قال الإمام مالك وهي أيام التشريق وعلى هذا يحرم صيام هذه الأيام ولا يرخص في صيامها إلا للحاج الذي لم يجد الهدي لقول الله عز وجل في سورة البقرة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوسى بن الحدثان أيام التشريق فناديا أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منا أيام أكل وشرب فلا يجوز صوم يوم عيد الأضحى ولا أيام التشريق الثلاثة لا في التطوع ولا في النذور ولا في القضاء ولا في الكفارات إلا لمن لم يجد الهدي في الحج فيجوز له صوم أيام التشريق الثلاثة حرم الله عز وجل صيام أيام العيد وجعل في ذلك حكمة لنا فقد شرع الله عز وجل لهذه الأمة الفرحة والسرور بتمام النعمة وكمال الرحمة والمنة وقد أجمع علماء الإسلام على تحريم صيامها وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وعدم العودة إلى ذلك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم ووفقنا لكل ما تحب وترضى وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ثبتنا على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى